ثالثا مقلوب المصفوفة يسمى أحيانا المقلوب المصفوفة بمعكوس المصفوفة لإيجاد مقلوب أي مصفوفة A لا بد من توفر الآتي رقم واحد أن تكون المصفوفة A مصفوفة مربعة أي عدد صفوفة A يساوي عدد عمدتها اثنين أن يكون محدد المصفوفة A لا يساوي صفر أي أن محدد A لا يساوي صفر ويقال أن المصفوفة في هذه الحالة مصفوفة غير منفردة لاحظ أن المصفوفة المربعة التي محددها لا يساوي صفر لا يوجد لها إلا مقلوب وحيد فقط ليجاد مقلوب أي مصفوفة A بطريقة المرافقات نتابع الخطوات الآتية الخطوة الأولى حساب محدد المصفوفة A بحيث لا يساوي صفر الخطوة الثانية إيجاد مدور المصفوفة A وهي A شرطة و A شرطة هي المصفوفة النتيجة من تبديل الصفقة عميدة والعميدة صفوف ثالثا إيجاد مصفوفة المرافقات AM بإيجاد مرافق كل عنصر من عناصر المصفوفة المدورة أي يتم إيجاد AM لها مصفوفة المرافقات من المصفوفة المدورة مع الأخذ في الاعتبار الإشارات حيث قاعدة الإشارات هي إذا كان لدينا مصفوفة مربعة 2 في 2 فتكون قاعدة الإشارات موجب سالب سالب موجب إشارات تبادلية نبدأ بالموجب إذا كان لدينا مصفوفة مربعة 3 في 3 يكون الإشارات أو تكون الإشارات بدءا بالموجب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب وهكذا إذا كان لدينا مصفوفة من الردبة أعلى الخطوة الرابعة تطبيق القانون هذا القانون ليجاد مقلوب المصفوفة حيث مقلوب المصفوفة A يساوي 1 على قيمة المحدد في مصفوفة المرافقات أي أن A السالب 1 يساوي 1 على محدد A في A M اللي هو مصفوفة المرافقات مثال أوجد مقلوب المصفوفة A بطريقة المرافقات لإيجاد مقلوب المصفوفة A نتأكد أولا من تحق الشروط حيث الشرط الأول هو أن تكون المصفوفة مربعة هذه المصفوفة مربعة 2 في 2 الشرط الثاني إيجاد قيمة المحدد بحيث لا يساوي صفر نقوم بحساب قيمة المحدد أو محدد المصفوفة أي وضع المصفوفة في شكل محدد وإيجاد قيمته لتأكد من تحقق الشرط الثاني أي أن محدد المصفوفة لا يساوي صفر إيجاد قيمة هذا المحدد حاصل ضرب عناصر الكتر رئيس 3 في 2 ناقص حاصل ضرب عناصر الكتر السنوي 4 في 7 3 في 2 سوى 6 و4 في 7 سوى 28 6 ناقص 28 يساوي سالب 22 أي أن محد المصفوفة يساوي سالب 22 أي لا يساوي 0 الخطوة الثانية إيجاد المصفوفة المدورة تبديل الصفوفة عمدة والعمدة الصفوف وهي المصفوفة A شرطة الخطوة الثالثة إيجاد مصفوفة المرافقات مع أخذ في الاعتبار الإشارات اللي هي الAM لإيجاد مصفوفة المرافقات نقوم بأخذ كل عنصر وإيجاد مرافق له فمثلا العنصر 3 لإيجاد مرافقه نقوم بشض الصف الذي يقع فيه والعمود الذي يقع فيه والعنصر غير مجتوب هو المرافق 2 العنصر 4 نقوم بشض صفه وعموده يبقى مرافقه 7 مع الأخذ في الاعتبار الإشارة سالب العنصر 7 نقوم بشض صفه وعموده وبالتالي يكون مرافقه 4 مع الأخذ في الاعتبار الإشارة سالب العنصر 2 نقوم بشض صفه وعموده وبالتالي يكون مرافقه هو 3 وبالتالي تكون مصفوفة المرافقات AM يساوي 2 سلب 7 سلب 4 3 الخطوة الرابعة مقلوب المصفوفة السلب واحد يساوي واحد على قيمة المحدد في ام قيمة المحدد سلب اتنين وعشرين يبقى واحد على سلب اتنين وعشرين في مصفوفة المرافقات هذه ثم نقوم بقسمة كل عنصر من عناصر مصفوفة المرافقات على قيمة المحدد لتصبح المصفوفة المقلوبة او مقلوب المصفوفة او معكوس المصفوفة اتنين على سلب اتنين وعشرين سلب سبع على سلب اتنين وعشرين سلب اربعة على سلب اتنين وعشرين 3 على سالب 22 سال آخر أوجد مقلوب المصفوفة بطريقة المرافقات المصفوفة هي مصفوفة مربعة 3 في 3 وبالتالي نتبع الخطوات الآتية لإيجاد مقلوب هذه المصفوفة حساب محدد المصفوفة لحساب محدد المصفوفة نقوم بكتابة المحدد كما هو ثم كتابة العمود دين الأول والثاني على سار محدد ثم إيجاد قيمة المحدد بالطريقة المتعرف عليها في المحددات سابقا تم عساب قيمة المحدد فكانت قيمته تساوي 3 أي أن قيمة المحدد هنا لا تساوي 0 وبالتالي شروط إيجاد مقلوب المصفوفة متوفرة المصفوفة مربعة ومحدد لا يساوي 0 الخطوة الثانية إيجاد مدور المصفوفة بتبديل صفوفة عمدة والعمدة الصفوف لنحصل على شرطة اللي هو مدور المصفوفة رقم 3 إيجاد مصفوفة المرافقات اللي هي AM من المصفوفة المدورة مع الأخذ في الاعتبار الإشارات نقوم بكتابة الإشارات هكذا موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب وهكذا ثم نقوم بشض لإيجاد مرافق أي عنصر نقوم بشض الصف الذي يقع فيه والعمود الذي يقع فيه لنحصل على ما يسمى بالمحيدد هذا مرافق العنصر هنا يسمى محيدد لأنه على شكل محدد يبقى لدينا 9 محددات كل عنصر له مرافق وبالتالي نحصل على مصفوفة المرافقات بهذا الشكل نقوم بتصفياتها وحسابها وبالتالي تكون AM مساوية لهذه المصفوفة سالب 3 سالب 3 1 على قيمة المحدد 3 يبقى 1 على 3 في مصفوفة المرافقات اللي حصلنا علىها سابقا ثم نقوم بقسمة كل عنصر من عناصر مصفوفة المرافقات على قيمة المحدد 3 فنحصل على مقلوب المصفوفة بهذا الشكل خصائص مقلوب المصفوفة إذا كان لدينا A مصفوفة مربعة فإن رقم 1 حاصل ضرب المصفوفة في مقلوبها يساوي مصفوفة الوحدة أي أن A في A أسالب 1 يساوي I حاصل ضرب المصفوفة مقلوبة يساوي مصفوفة الوحدة رقم 2 مقلوب المصفوفة يساوي المصفوفة الأصلية أي أن A أسالب 1 كل أسالب 1 يساوي A المصفوفة الأصلية رقم 3 مقلوب مدور المصفوفة بيساوي مدور مقلوبة أي أن A شرطة أسالب 1 بيساوي A أسالب 1 شرطة رقم 4 مقلوب المصفوفة القطرية بيساوي المصفوفة الناتجة عن قلب عناصر كتراء الرئيسي هذه هي خصائص مقلوب المصفوف